الازمة التي تشهدها ليبيا لن تحل عسكرياً ولن تحل بتدخل أجنبي هذا ما أجمع عليه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر خلال اللقاء الذي جمع أطراف ما تعرف بالمبادرة الثلاثية للحل في تونس الوزراء الثلاثة أكدوا في بيان مشترك على ضرورة الوقف الفوري غير المشروط للقتال المستمر منذ أكثر من شهرين واستئناف العملية السياسية بين أطراف النزاع في ليبيا دعوات وزراء دول الحل لوقف القتال تأتي في الوقت الذي يستمر فيه القتال وتتصاعد حدته لسيما جنوبي العاصمة الليبية طرابلس وسط غارات جوية متبادلة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر الأمر الذي لا يبشر بوقف لإطلاق النار على المدى المنظور بحسب عدد من المراقبين المعارك التي بدأت منذ مطلع شهر نيسان الماضي بهجوم عسكري واسع لقوات حفتر على تخوم طرابلس أسفرت عن مقتل أكثر من ستمائة شخص بينهم واحد وأربعون مدنيا وتهجير مائة وعشرين ألفا من السكان وفق الإحصاءات الأممية وبالتزامن مع الاجتماع الثلاثي في تونس اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش الأطراف المتنازعة في ليبيا بالافتقار إلى الدافع الأخلاقي لإنهاء الحرب في البلاد جوتريش صرح خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك إن ممثله الخاص غسان سلامة لا يزال يعمل من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات أما رئيس حكومة الوفاق الليبية فايزي سراج فقد أكد لوفد أوروبي في طرابلس أن قواته مستمرة في مقاومة قوات حفتر المهاجمة وترفض التفاوض معها لكنه أكد في الوقت نفسه أن حكومة الوفاق مستعدة للتحاور مع ممثلين للمنطقة الشرقية حصرا ما يجري في ليبيا على المستوى السياسي ليس نفس ما يجري ميدانيا فدعوات وقف القتال واللجوء إلى الحوار تقابلها أصوات قذائف المدفعية وصواريف الطائرات في حرب تدفع البلاد وسكانها إلى المجهول